في فترة من الفترات انقطعت عن عملك الفني مدة ثمان سنوات وبعدها رجعت في مسلسل مخاوذيب شو سبك هذا الانقطاع؟ حابيني أكثر عن هذا الموضوع طبعا أنت متوقع أنك طبعا أكيد أحتكي في هذا الموضوع لأنني في موضوع مقابل للتلفزيون التي أعملتها لازم أنسى هذا السؤال هو الموضوع حساس شوي يعني إنما أنا بعد بقايا رماد طبعا المسلسل برضو كان من أهم الأعمال من أعز الأعمال على قلبي عمل اجتماعي كمان حقق نجاحا كبير عالي من بعدهم انقطعت حوالي سبع سنوات هلا مش مبالغ السبع سنوات كانوا كمان بعز انتشار الفضائيات صحيح سبع سنوات بنهن ألبت شينو إنما يعني طبعا كانت معاناة حقية هلا بس الأسباب أنا ما راح أخذها في التفاصيل بس باقتصار يعني مش راح أقول لكم السؤال كانت مؤامرة يعني مش مؤامرة عيدائية هي قدمة هي طبعا يعني هي أمرأة في الآخر اشترت بعض الأسماء بعض الفناني أم منتجة ما بدنا أسمع يعني شبه فنانة يعني هي لعبة اللعبة هاي الحقيقة أنا اشترت مجموعة من الفنانيين شو بتكسد بشترت؟ دفعت له يعني مقابل أنوا يحاربوني في الشول هلا يعني هذا الموضوع أنا بصراحة يعني صار لازم أصلت الضوء عليه بيعني سبق باستضافة أكثر من فنان عندي هون في الاستوديو من خلال برنامج من الصفر يتحدث عن هذا الموضوع ووصف هذا الشيء بالشلالية يحكي أنه إحنا عندنا في شلالية في مجموعة في شلة في كذا بيواضبوا على أنه إذا كان الفنان هذا بداخل العمل إحنا بننسحب إحنا كذا يحاربوا هذا الفنان هذا المفهوم يعني هو فعلا موجود ولا هو شيء مختلف لا لا ما أشوف موضوع الشيالية ما هي كوية يعني كيف تنحسن هلا أنا موضوعي بالمقاطعة ما نوش علاقة في الشيالية على الإطلاق تمام يعني قلت لك يا مؤامرة من امرأة يعني كانت تربطنا فيها علاقة يعني ما عنديش مشكلة هلا مندافع الغير 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 تحصرك تسيطر عليك بداش تنتشر فيها شيء تطلع فحاربتك حاربتك في شغولي بدون ما أحس طبعا أنا آخر واحد كنت أشوق فيها وهي مثلا أذنم فمن ساعاتها طبعا ما مش عتبين عليها طبعا هي أنثى مجنونة يعني صوري عليها عتب يعني بظل خيانتبرها ست يعني بتفكيرها العتب علي ساعاتها وحطي دوفيدها ووافق حارب زميله عشان يخض له خمسين ليرة ومتين ليرة والفين ليرة آها طبعا الحقيقة معروف معروفين كلهم طبعا لكن أغلبهم آآ يعني ربنا بحاسب لحاله يعني بعيد طبعا هما أغلبهم طبعا يعني إذا بيشوفوني بيحطوا لسهم في الأرض لأن كشفتهم يعني حتى الآن؟ آآ طبعا وأرقائهم هوا أكثر من 12 شخص يعني يعني ما حالت مين يعني مثلا بيكون عند أستاذ محمد عمل بأجي أقول لها أنا كان يعني بصفة العلاقة واللي بيننا والله رسال محمد عنده عمل وتبعت لها النص اليومين هلا هي بتروح توظف ناس ووصلوا لرسال محمد أنا جميل مشغول جميل مسافر آآ جميل كذا حتى وصلت لتشير فيه في مسلسل كويتي إنه أنا مدمن يعني جميل مشغول كويتي كان بدياني في عمل بطولة اللي عمله عمر عبداللات وفيش للعمل طبعا فيش للفشل الضريع آآ وصلت ووصلوا لهم جميل مدمن مخدرات وبروا جميل بصر لآخر الليل بروا جيك ألوكيشن متأخر هاد حكاية المنتج فيها باعت طبعا طبعا قبضوا واحملهم خمس تلاف دينار وعمل هالعمل وبعدين يعني حرب حقية بس أنا أيامها كان عندي سيفية عالية يعني كان عندي سيفية عالية عندي شف العلب حمانة شوي العمالي اللي نجحت أنا خدمني يعني شو اللي خدمني في غيابة سبق سنين إنه أنا عمالي اللي اشتغلتها قبل هيك انشافت بكثافة لير يعني كانت تنعرض مثلا عن القانون الأولى إذا ما شفت تنطرحت عليك ما كان فيه فضائيات لسه فكانت نسبة المشاهدة عالية يعني تنعرض على السعودية للمواطن السعودي ده ما شافها ما فيه يوتيوب وما فيه محطة ثانية نشوف عليها فكانت نسبة يعني علمت الأعمال بذلان الناس حتى اليوم نستقلس التأكير في أعمالي القديمي بس السبق السنين كانوا صعبين أنا عانيت